اشتركوا في القناة 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 وصار يلعن ويسب ويقول له ما بعرف ذاك الرجل هذه يعني ربنا أسس الكنيسة على أشخاص ضعاف منهم نقدسين وطلب مننا أن نقبل ضعف بعضنا ونصلي لبعضنا ونحن مثل بيقول مربولوس بقلب حلبة عم نسابي واحد بده يربح السبق بنجاهد أنا برأيي بدل ما نلتهي إنه الأبونا شو عم يعمل خلاني نلتهي بالأكبر ربنا شو بده منه ويوم متل بشوف غلط خليني اتصرف متل ما بيتصرف الواحد ببيته يمكن أنا بالبيت في بيتي غلطه بحق عائلته ما بروح بشهر ببيه بجرب كيف ضبها للوضع وصلح وشرب أن يقدر شده لبيه يرجع لبيت ويرجع قلبه لعائلته أولا فتصرفت بعد الكهنة ممكن يعني بعد النساء المكليسة بالمطلق يعني في نسبه الأمر بروح بصلي لحالة من لحالة بقى هذا كتير غلط ها إهاني للأله الإداس منه للكهن والإداس منه كهن في شي كتير عظيم عم بصير بسبيحة الإداس ربنا عم يقتل حاله تيدفع حق خطيتي بيجي أنا بحصره بأبونا بيعجبني أو مهدوم أو بش مهدوم هذا بنم عن ما كتير أنا متعمق بسر الزبيحة بعد نعايش بالمظهر طبعا لا بس كمان في حالة التركيز طبعا إذا أوقات أبونا في بيشرحوا الإنجيل بطريقة ما ما نفهم شي بغير مطرع يعني في ناس بتتأثر فيهم بأوقات أنا ببكي مثلا لما بتكون عم تصلي قبل القربان يعني في مطرع لازم نحسه باش أما رحين نعمل دفوار مزبوط مزبوط الكاهن إله دور أساسي ينمي الإيمان طبعا الرعيي ويشد الناس لأله إله دور بس اعتبره أثر بدوره مش لازم إلغي الزبيحة يعني في ناس مثلا بيقاله يا خي لم بتعترف بس يجو يقدو معي بيقالولي أبونا يروح يعترف هو ومبطيئ الأبونا لك يا خي تقول فيلك يا راتب تفهم السر الحامل والكاهين تم تتغير هاللهجة اللي عم تحكي فيها هذا السر منه ملكه منه ملكي حط فيه الله شيء أكبر مني بكتير ومنه حكر لإليه هذا لخدمة الناس لو بتعستفيد منه يعني مثل اللي صاخن تخانق مع الحكيم لغي الطب يا خي عم تلغي الطب أنت تبقى بمرضك بس قبل في مثلا عند الروم الأرتوديكس بيقولوا بقلبهم خطياهم خطياهم وبيحررهم جميعا سوى ما فيه ألاز من هيك بزروري one on one لا كتير مهم الاعتراف لقاء شخصي مع الكاهين وغلا رح فسر له بردون أول شيء الأرتوديكس عندهم اعتراف شخصي ولا لأنه أنا كنت أعترف عن كهاني أرتوديكس روح لأنه يقول قبل المناولة يعني يقول له أنه في لحظة هيك تاخد الاعتراف هو تأسيس إنجيلي الرب أسسه بالإنجيل نحن تمنضيع تعرف لما انشقت الكنيسة صار فيها طيارات بناء التعليم تما يضيعوا الناس نرجع عن نبع قبل ما تنشأ الكنيسة شو وصى يسوع من إنجيله وصينا نروح عند الكاهن نعترف بخطيانا قال له لابطرس بعطيك سلطان لحل والربط شو بتربط بربط شو بتحل بحل معناه تخيرج عن إيد الكاهن ما فيش حل وربط لا الله بيسوقني هان بنا نفهم اليوم خميس الأسرار ذكرة أسيس الأسرار بالكنيسة اللي من ضمنه الاعتراف بيقولوا الخطيئة هي لما نم نرتكبها بتنفذ حكم على الإنسان وهذا الحكم ما بقدر إلغيه لأني أنا وأنا أصحاب وهي بي يعني بيصيبني ساعتها مثل أنا بي قاضي ورحت أنا عملت جرم ومطمم بيلي أنه أنا بي بحلة لأنه بي القاضي شو يعني بحلة يعني إذا بدو يحلة هايك بشطوة ألم يعني أنت بي كسر العدالة وبطل قاضي لما نغلط الغلط يستوجب أدمام العدالة حكم علي ولو كان بي القاضي ما بيقدر يلغي الحكم بيلغي العدالة هذه الورطة اللي وقع فيها الله هو بي بس في ذات الوقت هو عدالة لما نغلطنا نحنا عدالته بالطلبنا ما في أبوته تلغي عدالته بصير الله بعش عادل وبطل الله مش أنا بدون يفهموا الناس شو معنات الخطيئة تما يفكروا أنه خشبوش أنا وقال الله بحلة ساعتها بصير مثل البي قاضي خشبوش أنا وبي بحلة لا الله لا يزعبر ما في يكسر عدالته شو عمل لإيه لفتوى راح دفع للعدالة حمل ما تستوجبه خطيانا وراح فيه على الصليب هذا هي زبيحة الإديس يعني أنا كنت مفروض كم مجرم وهذا القلاة للزيني بس قشت لعنده قلاة كنت تستوجب الرجن وهيدي الشريعة هالعدالة هالقد هادي حق الخطيئة طبعا للزينة شو قال له ربنا قال له رجع على البيت أنت معفات بس شو عمل راح أكل الرجم عنا مشان هاك المجدلية بس كنت راكعة شفتوا عني جلد عرفت أنه أنا كلا لازم يكون مطرحه شو عم يعمل لإيه ده راح مطرح يكل قتلي وهو البري هادي معناته الزبيحة راح دفع العقاب عنك طلع الصليب اللي كي مفترض أنا أتعلق إعلاق ونحنا لما من قديس منكرر شو عمل على الصليب لأن بعد في ناس عم يخطو بحاجة الرب يرجع يندبح من جديد وتتكرر هالزبيحة تندفع الخطيئة شو بيعمل بزبيحة الإداس بيعطي الكاهن دماته هاده هو سر الكهنود الدم اللي بيوقف العدالة وبسكتها لأنه عم بيقلها للعدالة إنه أنا بيدفع عنه للخاطئ أنا بيدفع عنه الكاهن لما بتروحي بتقليله خطيئك بدم يسوع بيقلك لأن معه السلطان هالدم يلي بأمر على المسبح بينزله بيحول الخمر إلى دم هاده الدم اللي بغفر فيه الخطيئة أنا مش أناكي إذا ما رحت عند الكاهن وحطيت خطيتي تحت سلطان الدم الكاهن معه الختم بس تقليله خطيئك بيفوت على الخطيئة وبيختم حد منا دفعت لغي الحكم عنها هادي ما بتشوفيه أنت هادي بس تموتي بس الإنسان يتوفى ويوقف دم عدالة الله بتبين خطيئة والأحكام طبعا كل خطيئة خاتم علي الكاهن بسر الاعتراف دفع ها هيك ها هيك المسهد تقطع يخط عسكري بقى ها هيك المسهد فوق ها هي العدالة مش أنه هيك كتير مهم من الناس يعرفوا شو يعني يعترفوا ويعرفوا شو معناه ترايح قديس لو بتعرفي أدي الله مغرب فيي أدي بحبني شو عم يعمل بالزبيحة منستحي من حالنا أن يأجل الأديس كرميل طبخة وضهرة وصهرة أو كرميل شكل الكاهن إذا ما هدوم أو لا الإنسان ساعة اللي بيعرف شو بصير بالأديس وبالاعتراف كانت تقول العدرة لو بيعرف الكاهن كل مرة بيرفع يده بحل خاطئ من التوبة شو بيعمل ما بحياته بيوقف يحل وبتقول لو بيعرف الخاطئ شو بصير فيه كل مرة بينزل تحت إيد الكاهن وبياخد حلي ما بحياته بوقف يعترف بس لأنا نجهل هالسرين منصير نعيشهم بشكله الخارجي لأبونا شكله مهضوم أو يروح يعترف هو ألف معها هالزمال أنه هو عامل ومسوق يروح يعترف هو مظبوط أنا ما بيقطع الجمعة جمعتين ما بيعترف مم شو فكرتيني أنا أنه هاي الطبيعة جاي من غير كوكب طبيعتي مثل طبيعتي معرضة تغليت وتختي بحاجة لرحمة الله ولا دمه يغسرني الكاهن بيعترف لأنه كله بس اللي بيميزه عن الإنسان العادي بيحمل بإيدة دمات ربنا هلأ ما كان وفي عهالدم بيغلي تخبص ما أن أعطيه كثيراً سيطلب منه كثيراً مشانيك انا اللي بعت الهمه يوم للقيام يدوها في الدين ربنا كل انسان هلك وكنت انا مسؤول عنه وما سهمت بي خلاصه هليكو بدي انا تحسب عنه وعدي المسؤولية كبيرة بس على الاكيد بتكل عرحمة الله يلي بتفهم ضعفنا رح احكي بعد شفعن ما بهد الموت هيدا المشهد اللي هيك كل واحد بصممه على زوقه من الناس يعني او حتى من الاديان بعض الاديان بس قبل بحب اتعرف عليك مين انت مين جاية من اي عائلة هالمتدينة كيف رحت عها المطرح انا من عائلة مانا غنية فقيرة عندي امه باي بعشقون لانه كتير في سلام كان بيجاو بيتنا بحبونا كتير وكننا عايشين عدت حالنا وبالفعل كان في بالبيت بركة الله عندي ام بتصلي ليل ونهار وهي وباي علمونا شو يعني نكون قوادي وشو يعني نكون نحب الله كان بتذكر انا كنا صغار كان اليسوع بالبيت قضية نهار لما نقدس يعني كيرشي تتزال علينا ونهار لنقدس معناتها اكتر شي شي بيفرح قلب قلبنا هلأ كنا صغار هاي الصورة لطبعوها فينا ولما نكبرنا تعرف الانسان تشوفي بتصير تقول الام او ايه انه بكرا بيكبر هو بنقيه كتير غلط هاي بتحبدله خياراته لما نبتطبع شي فيه على صغر انه هيدا السر اللي كنت بعلاقة الطفل فيه اليوم بتاعه كون بعلاقة واعي انا وياك كنا نتردد عند حبيس واليوم صارت دعوة تطويبه بالفاتيكان او انا انطرونيو سارباي من احنا وصغار اهلي بيعرفوه قبل ما يتجوزوا كنعيش بويدة النورين وكنت كتير متأثر انا بحياته لما كنت طف كنت روح اخدم له القديس كان يحبني قعدني بحضنه كان ربنا عطيه موهبة يعرف الغيب بش متل البصارين نودي كان عنده رؤية يعني كان يستدرك ايش بس بقوت الروح اليدوسا وهي النبوء الصحيحة الموجودة سادي كمان كان عنده ايها مرشارباي كان عنده ايها كتار من اليدسين يوم من الايام انقطاعنا اننا نقدر نزوره كنا نحن كل سنة نزوره مرة او مرتين بالسنة وكنا ناخد تاكسي ما كان عنده اهل سيارة نطلع نقضي نهار عنده ونرجع سنة من السبتة وسبعين لالثمانة وسبعين انقطعنا عن زيارته لانه وقتها بفعل الحرب سنة ثمانة وسبعين بسطانة لعنده كان رسي بالفرشة ويبس بالفعل بتذكر كان في شخص حده كان يخدمه قالنا خبروا الحكيم مفروض يكون صريخه ما بسكرهم كان عمري 13 سنة انا كان المفروض يكون صريخه للويدي لتحت طلعت فيه عم يضحك ميبس يعني اذا بديو حرك ايدي بزيزقه ما فيه ما فيه حيات بتليقي ضحكي عوجه فيه شي هكي ايجاب راسي انا بوقتها انه شوفيه بقلبه هالزلمي اقوى من القلم عم يضحك وما بياخد دواء الربط لحده وحطيتك بقرارت نفسي انه بدي هالشي اللي عنده ايه انا كمانة خليني اغلب القلم وضلني اضحك مفصول الربط ركعت حده قلتله بوقتها كنت واحدة الاهلي نزلوا طيف الشوعة الغدى بالحقلة تحت طلعت انا لوحدة وعدت حده كنت طفل قلتله بدي اعمل مثلك وبده كون مثلك شوفيه بقلبك حكيني حكيني شي خاص فيه قلي بوقتها قلي بتفوت رح تفوت على دائر الويزي بالراهبان المريمية وتصير كاهن وبتصير راهب عنيك وبعدين قلي شي بحتفز فيه لألي لانه شي خاص صليت كثير على هان نيجي حلو ان شاء الله يكون حلو وهو كثير صليلي على هان نيجي حدرست بسERE ورجوح من لحظة ما بدك تستجيع به جاته كيف زك السؤال ان شاء كيف تريد حسنا حدرست مراتنا حلو عطول بشوف اللي طلبه مني بش بس من علا من زمانه جيب اوك بس نو في خيار معين طلبوا مني بوقته وعم صلي علانيته طلبت منه يصليلي وقبل ما يتوفر ارجعت ذكرته فيه بكي صار يبكي اوه اضيقت بس بكي بس معرفت لي انا وشو سر دمعته طلبت منه يصليلي ووعتني ما كان بقى قدر يحكي اوه بوقته اول عشي بقلبي ما عد شايف الا طريق الدار بيقولوا الرب بيستعمل اوقات الدسين بيستعمل اشخاص بيستعمل نصب الانجير بيستعمل حدث تيدعي انا بحس بوقته استعمل هالكهن هالكهن الناسيك طح التالي بيجيبني على الدار وبالفعل كان بوقته الحرب تتذكري 72 حرب الميت يوم كانت ايام شرسي وكان دائر الويزي ما بعرف وينهن ولا بعرف شو ماعنيت حياة رهبنة ولا شي الاصف كان عليا وكان متراس بوقته الدائر ما كنت مقرر لو تحت الاصف ما عايت شي والعين بقلبي بدي فوت على الدار وبالفعل بوقته بعيد الميلاد تفتحة المدارس رحنا استقبلوني الاباق تحت كاس الرمل يقولوا لي جاي تعملون قلت له جاي بدعم الراهي كنت خبرت اهلك يا ملاح خبرت اهلي اهلي كتير مؤمنين ادي يا اوه انا نحنا بنتان وصبياني بيقولوا عن الكهن اذا شبح له وراح كهن بقولوا دعانو يا حرام هيك قالوا ليش بديك تبعث معطوبين لالله يا حرام لا هيك دائما بالمستمع بيقولوا اعرفين؟ لا البهمه ربنا اشكال من بره بيعمل كتير وبيعمل احلم بس بهمه قلبنا في مطرح بقلا للساميرية هدي بارانتاز انا نجع من الكافي بيقولوا انا عطش اه 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 كان تعب من المسير اه ونتفي عطش طلب منا يشعر في شغلتان ما بيليقوا بالله يطعب هي الله الله ما بيطعب ويعطش الله كامل عطشان العطش للناقص اه لا هالشغلتان بيقولوا الله بيملك الكون كله وكامل بس في شغلتان ما بيملكهم حريتي وإرادتي مشان هيك إرادتي هالكتو هو لحقه تغير له بقرارة وحريتي هالكتو تيخليها تنقيه ما فيش برا مشان هيك برجع بقلك بهمه ربنا قلبي حريتي وإرادتي هاو إذا مش أنا اسمحت له ما بيقلر يعمل شي مش الله وعظمته وخير الكون بيوقف عجز وهيدا ألمه ربنا وصديبه الدي في ناس عم تهلك مش قادر يخلصها لأن بيملئ حريته ما بديه لازم نفتح له نحنا البيت ونستقبله هادي قيمة الإنسان إن حط حريتي بيتصرفه وقل له أنا بخدمتك هادي قيمة العدرة شو قلت له بس بشراء أنا خدمي إلك أنا قامتك لايكي جوان رفعه تتشوف إذا بتسلمي حريتيك أي مجد بياخدك عليك بس الناس عميه كيف يعني سلمي حريتيك اللي تكون مشيئتك هاي حضرتك إم كيف ابنك بيسلمك تربيته صغير إذا عينة ديك بيعملك ألم بس إذا كان سهل معك بتوصليه على أعلى المراتب لأنك أمه بتاع بديه بتاع بتاع عشائيه بدنا نكون بها الموقع مع ربنا هايت سلمي حريتيك يعني تكوني عايشة بنته وتقليله انتقرر وبحط بتصرفك أفكار مشاريع كلشي اللي ما بيعش بك الغيه اللي بيعش بك بيركو وزيدو تكوني عايشة انت وياه متل متل بنت عايشة مع بيا مانا صعب نعم نصير الفلسفة ومفكر الليهوت بديش يروح ادرسه بالجامعة حبي الله واعتبريه باي بس عيش معه وبنته وراح تشوف المجد اللي بياخدك عليك لانه بحبنا بدو اينا نكبر كم اللي عن لويزي فتنة على لويزي كانت لقلي أول ست سبع تشهر جحين يعني بيولع فيك حنين بالداير للأهل بتصيري متل الطفل يعني انه كانت تلتعشر سنة سن مراهقة بس انه فوتو كان يفوتو بهالعمال يفوتو ايه اه بعضينا كنت صلي كتير وبالفعل بالصلاة قدرت اتخطيت مرحلة العاطفي بتصيري تحسي يعني بالبيت عيشة امك بتطبخليك وتتغنج وهي بدك وهي مبدك وفي مين يساوي التخطو وبتمشي اهلي كني بيهتموا بداير لأ انا بدي اكل الاكل المطبوخة وكنت مقعوان شوية ما اكلش كلشي وبدي انا ضبط تيابي وتختي وانا اعمل الميناج ونضيف الحميمات وكذا بالاول هيك يعني عم تنقلي من مرحلة الغنج لمرحلة المسؤولية وبعد اينا بس بقلك قطعت الايام ودرست وكنت ديجا بتعرفي كنا جهليني شوي تركنا المدرسة على سين ايام حارب وايك كمان صعوبة التانية اني ارجع من جديد قلع بدرسي اه صليت وبدي خبري خبرية صغيري كان اكتر متيار قد مكانة المعلمة ايسي علينا بوقتها البيولوجي كانوا يعطونا بيولوجي كاتذين طوازين اه بوقتها كنت جيب اين زيرو اوقات تشلي علمات ايه بقى فط على الدار قلو يا رب دخلك ما بدي منك شي الا البيولوجي ما بتصدي اعلى علمات ستجيبه بالبيولوجي عن ذات اكتر من العربي و من الليتراتور و من البقية مواد بقى تتشوفي ربنا انه مهدوم مهدوم انه بيبعلك علمات صغيري كيفها بتبقى بس ايقلك انه مدخي في انا ههون حطي سيئتيك اوقات نحنا انا كمانا بقول عن هوا نحنا عم نصلي اوقات نستحن نطلب منه اشياء سخيفة يعني اقول ليك يا عمي في عالم مرضى وعالم كذا نحنا منطلب منه مثلا علامة لا 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 عالم المرضى رح يهتم فيهم بس الله تأمل ده بحبيك بالنسبه اليك الشي بتافيه لانك بتحبيه بصير غالي عنده لان بحبيك بتخبر خبرية مرة العدرة بتقول سلموني كل شيء بحياتكم تقودكن على المجد اللي وصلني على الابني اعطوني كل شيء وكرسولي كل شيء كل يوم بحياتكم يعني حتى ادفى هالاشياء في مرة زارت ميلي جوريا بوقتا وقرية الرسالة من العدرة ورجعت بقرار انو انا كل شيء بدي اعمله بالبيت بدي اعمله باذن العدرة يعني راحت معه على المكسيموم انو مش بدي كنيس بدي إله للعدرة اليوم رايح كنيس بير كيلة كنيسة صارت بالفعل وتحس هيك متل كأنشي بقلبه علامة رضا انو انا هون مرة بتحس بقلبه شي عم بقلبه انزلي جيبي موني للبيت شتري الموني للبيت قلتلك هالالهام هم للعدرة بس قالت بينا وبين نفسها انا مسلم العدرة خلاص راح اعمل بموجة بالإلهام وكانت شارية ديجاموني نزلت على السوبر ماركت تعبت اثنان شاريوت وجاي بده على الصندوق كان في فيلة طويلة واقفين بالصف على الصندوق واقفت بالصف بيجي شخص بشك قدامه يخد له مطرحه حمقت منه انو ولو احترم الصف وقف وراي لا بدك شك قدامه قلت معنى شي كلمة العدرة بشي احكي وصل هو الزلمة دفع وفعل اجت هى دورة تدفع بيوصل صاحبه السوبر ماركت يتقال له هدان مبروك قال له حضرتك رقم الخمس تلاف من وقت ما فتحنا السوبر ماركت التشتري من عنا واخدين قرار بالإدارة رقم خمس تلاف كان شي بيشتري بليش معدية ناشر يوم بتقول هي عاملة تمانياش بكتاب سليمانويل بيمديووريين بتقول حتى بالموني الاعادرة سعى تمانيس سليمه بصير تهتم وبالموني بتبركنا يعني شوف كيف ربنا بيحكي بس لانه بيشع موشته نحنا ما منعرف نقره هالأحداث والله اداش مشتاق لنا بدوينا وهربنين ينها بيبعث لنا كمان اوقات اشارات هيك نقول يا صدفية انه هيك ساريت كيف لازم يكون واحد حاضر ليتلقى هاته الرسائل او ان يسمع الصدفة مش موجودة بالاموس المسبحي هذه شانس وحظه عاطل ويايش وشانسه هاو كلمات بهينوا الله وممنوع المؤمن يحكي فينا نحنا من امن شي اسمه عناية الله خلقنا يعتني فينا انت شي مرة عدي شعريتك ما فيك تعديهم ولو قررت ما فيك تأملي الله عديدلك شعريتك وبيعرف كل يوم كم شعر هر تب انا فيدي اطلب منه مساء انو عم بيهر شعري وقفي مر سأليني تقولي شعريتك شعريتك بقى شو شعريتك بقى تتشوف بديش حاضرين وبيعرفن عنهم بس نحنا بش حاضرين معهم هيدا هو شو لازم نعمل لنكون حاضرين كيف نتحضر لكي بدي سألك سؤال تكب الجواب لحضنك شو عملت تتجوزتي انغرمت بس انغرمت تعرفتي ولتقايت بحبيبيك ووقعت واختبرتي توصلتي على مطرح فعلا حسيتي هالشخصي بيستحق تقدمي له الغالب حياتك لحياتك بدنا نتعرف على الله بد يصير مؤمن لا بتعرف عليه ولا قاري عنه ولا عايش اختبار انوية اول شغلة بيعملها الانسان بيعمل صلحه هو الله بيبلش ينقى ضميره بدنا نفهم شو الخطيره راجع ضميرك ضمير هو ميزان بيقلك الغلط من الصح تاني شغلة بلش يفتح قلبك على الصلاة انت بالصلاة عم تتحور مع خالق كيف تبلش متل ما بلشت اول لقاء انتو جوزي تحسي رسمي تاني لقاء لا صار اكتر مرتاح بعدين نهار ما بتلتقي بتحسي فيش مائس الصلاة هيك بتبلش يعني الناس دغري بدون يبلش ويصلوا متل اديسين اخي تقول بلك لو شتتت شوية بالصلاة انضغط شوية دق خلقك بلش ما انت عندك نفس هجرت الله عم ترجع تردة ما رح ترجع فرد مرة بده ترجع بتشتت و بديقة خلق ترجع تتعرب بعده هالالله الغريب عندي هاي الخطيه الاصلي البشرية تغربت عن الله و الرب اليوم ليش اجي على الارض طي يرجع ينهي هالغربة و يردب علاقة معه هاي العلاقة هي مشوار ما بترجع بكبسة زر شوية شوية منبلش نصلي و كل ما نصلي بتحسي صلاتك شوية شوية عم تزداد وتلاقي ندفي ندفي قلبك بلشي علق بها الاله توصل يوم للايام نهار ما بتحكي معه بتحسي فيشي ناقص ببلش شي اسمه الغرام هاي ساعاتنا نصير مؤمنين تعرفي شو يعني ايمان الايمان هو غرام انتي ايمان انت جواستي لما انغرامتي صرت تأمني لزوجك ع حياتك هذا الايمان امنه انا لما من غرامه بقى الله فصير امن له ع اراراتي ع حريتي باش بخيف باعرف انه حاطة حالي مع الغالي عندي بين ايديان اميني بس في ناس مثلا تفاصيل حياتهم مش هيك مثلا بيقولوا انا اتكلت على الله ورحت عمد اكسيدان وكسرت اجري وربحت راسي وان كان لما كان معي هيدول الاشياء كيف تسمعون يعني شو له الاجابة يعني ريما لك المهون المفروض الكنيسي كيف انتي بترفق ابنك وبتفسري له اسرار الحياة اليوم الصليب بالكنيسة وبحياة المؤمن هدا سر بقول عنه مربولوس سر الصليب عنده الغير مؤمنين جهالة ضرب جنون هدا و الله تركني و الله ما بيحبني اما عندنا نحن المؤمنون فهي قوة الله مفترض الانسان بمرحلة ايمانه يكون في كنيسة مرفقته مرشد يعرف يقرأ معه الحوادث اللي عم تصير شو يرادة الله هون بحط بارانتاز بفسر شي مفسرته سانت اراز بتقول هك فهمة سر الصليب مش الله بتركني و ما بيحبني او بش عم بيرد علي بتقول اول ما اخلقت امني ليلة نهار حطتني عقيدة ع 24 سيعة بعد تتركني عمدت سنة سنة ونص بعد سنة سنة ونص بلشت امي تنزلني عن ايده وتعلمني روح مشيه واحدك صارت تبكي ولأ بدي ارجع اطلع امي لان اريح هونيك اللي علا صرت انا عم بمشي كنت عيشت بعطفه ومحضوني اكتر الام بعد ثلاث سنين بتكب بنته بالمدرسة وبتروح بتفحش بالبيت وبنته بتفحش بالمدرسة اوليك امه ما بتحبه عم تتركه بس مهمها الفصلي وفيها وجع هال هالابتعاد امهم تتطلع يوم من الايام تصير متل امه واذا بقيت امه كل شي تعمله عنه ما بتطلع بنته وما بتقدر تتحمل مسؤولية بديروح افاصل كمان ابونا يال بديروح بديروح بسر تحب الله لان هالقد امه بتحبه ولان انا بحبه بدي بدي الا انه انه هالقد انا بدي ارضيك بديروح امه 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 وكنت كتير متأثر انا بحياته ولما كنت طفل كنت روح يخدمله الاداس كان يحبني قعدني بحضنه كان ربنا عطيه موهب يعرف الغيب كيف نتل البصارين وثلات انه كان عنده رؤية يعني كان يستدركش بس بقوتن روح الادسة امه وهالنبوء الصحيحة الموجودة كذلك كمان كان عبي هامر شاربيل كان عندهم ايها اكتر من الاديسين يوم الايام مقطعنا اننا نقدر نزوره كنا نحفي سنة نزوره مرة او مرتين بالسنة و كنا ناخد تاكسي ما كان عندهم اهل سيارة نطلع نقضي نهار عنده نرجع سنة من الستة وسبعين للثمانة وسبعين اننا نقطعنا عن زيارته لانه وقته بفعل الحرب سنة ثمانة وسبعين بسطانة لعنده كان رسبي الفرشي و يبس و بالفعل بتذكر كان في شخص حده كان يخدمه قالنا خبره الحكيم مفروض يكون صريخه انا بذكره كان عمري 13 سنة انا كان المفروض يكون صريخه للويدي لتحت طلعت فيه عن يضحك ميبس يعني اذا بده يحرك ايدي بزازقه مطمت ما فيه ما فيه حياة بتلاقي ضحكة عوجه في شي هايك اجاب راسي انا بوقته انه شو فيه بقلبه هالزلمين اقوى من الالم عم يضحك و ما بياخد دواء الربط لحده و حطيتك بقرارة نفسي انه بدي هالشي اللي عنده ايه انا ايه كمينا خليني اغلو بالقلم و ضلني اضحك مبسوط الربط ركعت حده قلت له بوقته كنت واحدة الاهلي نزلوا طيف الشو على الغده بالحقل تحت طلعت انا لوحدة واقعت حده كنت تفرض قلت له بدي اعمل مثلك و بدي كون مثلك شو فيه بقلبك حكيني حكيني شي خاص فيه قلت له بوقته قلت له بتفوت رح تفوت على دار الويزة بالراهبة المريمية و بتصير كاهن وبتصير راهبة عنيك و بعدين قلت له شي بحتفظ فيه لانه شي خاص صليت كتير على هالنيه حلو انشاء الله يكون حلو وهو كتير صليلي على هالنيه و رجاء من لحظته من لحظته اه بهابك تستجوبين كيف ذك السؤال عالو باسس و كثير هلا عطول بشوف اللي طلبوا مني بش بس من هلا من زمان و جيه بس لو فيه خيار معين طلبوا مني بوقته و عم صلي علانيته طلبت منه يصليلي و قبل ما يتوفر جعت ذكرته فيه بكي صار يبكي و اه و اه بس معرفت لي انا و شو سر دمعته طلبت منه يصليلي و وعتني ما كان بقى قادر يحكي اه بوقته ولع شي بقلبي ما عدت شايف الا طريق الدار بيقولوا الرب بيستعمل اوقات الدسين بيستعمل اشخاص بيستعمل نصف الانجير بيستعمل حدث تيدعي انا بحس بوقته استعمل هالكهن الناسك تحت تالي يجيبني على الدار و بالفعل كان بوقته الحرب تتذكري بـ 78 حرب الميت يوم يعني كانت ايام شرسي و كان دائر الويزي ما بعرف وينه و لا بعرف شو معناه حياة رهبنة ايه ولا شي الاصف كان عليا و كان متراس بوقت الداير الابيل كامبت بيه ماكنت مقرر لو تحت الاصف ما عاد شي والعين بقلبي بدي فوت ع الداير وبنفعل بوقته بعيد الميلاد تا فتحة المدارس رحنا استقبلوني الاباق تحت كاس الرمل الولي جاي تعملون قلت له جاي بيدعم الراهب تتخبرت اهلك لماذا؟ اهلي كتير مؤمنين الدايق انا نحنا بنتين و صبياني يقولوا عن الكهن يقولوا دعانوا يا حرام لماذا بديك تبعث المعطوبين لالله يقولوا لا هيك دائما بالمستمع بيقولوا دعانوا اللي بهمه ربنا اشكال مبره بيعمل كتير و بيعمل احلامة بس بهمه وقالتنا في مطرح بإلا للساميرية هادي بارانتاز هادي بيعمل كافي بيقولوا انا كان تعب من المسير و ندفي عطش طلب مننا في شغلتان ما بيليقوا بالله يتعب يا الله و يعطش الله كامل عطشان العطش للنقص لا هالشغلتان بيقولوا الله بيملك الكون كله و كامل بس في شغلتان ما بيملكهم حريتي و إرادتي مشان هاك إرادتي هلكته هو لحقه و حريتي هلكته تيخليها تنقيه مفيش برد مشان هاك برجع بقلك بهمه ربنا قلبي حريتي و إرادتي هاو إذا مش أنا اسمحت له ما بيقلر يا عمشين مش الله و عظمته و خيدي الكون بيوقف عاجز و هايدا ألمه ربنا و صليبه الدافي ناس عندهلك مش قادر يخلصها لأن بيملئ حريتي ما بدي لين يعني لازم نفتح له نحنا البيت و نستقبله هايدة قيمة الإنسان إن حط حريتي بتصرفه و قل له أنا بخدمتك هايدة قيمة العدلة شو قلت لبس بشران أنا خدمي إلك أنا قامتك لكن هو الرفع فتتشوف إذا بتسلميه حريتيك أي مجد بياخدك على بس الناس عميها كيف يعني سلمه حريتيك يعني اللي تكون مشيئتك هايد ناكي حضرتك أم كيف ابنك بيسلمك تربيته صغير إذا عينة ديك بيعملك ألم بس إذا كان سهل معك بتوصليه على أعلى المراتب لأنك أمه بتاع بديدها بتاع عشائيه بدنا نكون بهال موقع مع ربنا هايت سلميه حريتيك يعني تكوني عايشة بنته وتقليله انت قرر وبحط بتصرفك أفكاري مشاريعي كلشي اللي ما بيعش بك الغيه اللي بيعش بك بيركو وزيدو تكوني عايشة انت وياه متل متل البنت عايش مع بيا مانا صعب نعم نصير الفلسفة مفكر الليهوت بديش يروح ادرسه بالجامعة حبي الله واعتبره باي بس عايش معه بنته وراح تشوف المجد بيخديك عليك لأنه بحبنا بدويا نكبر كم اللي على اللويزي فتنة على اللويزي كانت لقلي قوة ست سبع تشهر جحيم يعني بيولع فيك حنين بالدير للأهل بصير متل الطفل يعني انه كانت تلتعشر سنة سن مراهقة بس انه فوتوك كان يفوتو بهالعمال يفوتوه خدت ابن كاتريامي يعني وقتا بعضينا كنت صلي كتير وبالفعل بالصلاة قدرت تخطيت مرحلة العاطفة بتصير تحسي يعني بالبيت عايشة امك بتطبخليك وتتغنج وهي بدك وهي ما بدك وفي مين يساوي التخطو تكبت تاويك وتمشي اهلي كني بيهتموا بتدير لا انا بدي اكل الاكل المطبوخة وكنت مقعوان شوية ما اكلش كاشي وبدي انا اضبطي تيابي وتختي وانا اعمل الميناج ونضيف الحميمات وكذا بالاول هيك يعني عم تنقلي من مرحلة الغنج لمرحلة المسولية وبعد انا بس بيقلك قطعت الايام ودرست وكنت بيجا بتعرفي كنا جهليني شوية تركنا المدرسة عسيني ايام حرب اركمان صعوبة تانية انه ارجع من جديد قلع بدرسي صليت وبدي خبري خبرية صغيرة كان اكتر ماتير قد ما كانت المعلمة اسي علينا بوقتة البيولوجيا كانوا يعطونا بيولوجيا كتين توازين بوقتة بوقتة تنجيب اوقات تشلي علمات ايه بقى فت على الدار قلو يا رب دخلك ما بدي منك شي الا البيولوجيا ما بتصدي اعلى علمات ترجيبه بالبيولوجيا عن زاد اكتر من العربي و من الليتراتور و من اللي بقية مويت تشوفي ربنا انه مهدون مهدون بس اقللك انه ما تخيفي انا هون حطي شئتي اوقات نحنا انا كم انا بقول عنه اوقات نستحن نطلب منه اشياء سخيفة اقول لك عمي في عالم مرضى و عالم كذا نحنا منطلب منه مثلا علامة لك عالم المرضى رح يهتم فيهم بس الله تأمل هذا بحبيك بالنسبة لك الشي بكافيه لانك بتحديه بصير غيلي عنده لان بحبيك بتخبر خبرية مرة العذرة بتقول سلموني كل شي بحياتكم تقودكن على المجد اللي وصلني على الابني اعطوني كل شي و كرسولي كل شي كل يوم بحياتكم يعني حتى ادفى هالاشياء في مرة زارت بلي جوريا بوقتها و قريتها الرسالة من العذرة ورجعت بقرار انه انا كل شي بدي اعمله بالبيت بدي اعمله بإذن العذرة يعني راحت معه على المكسيموم انه مش بدي كنيس بدي إلا للعذرة اليوم رايح كنيس بيركيلة كنيسة صارت بالفعل وتحس هيك متل كأنشي بقلبه علامة الليظة انه انا هون مرة بتحس بقلبه شي عم بقلة انزالي جيبي موني للبيت اشتري الموني للبيت قلتلك هالالهام هون من العذرة بس قلت بينا وبين نفسها انا مسلم العذرة خلاص راح عامل بموجة بالالهام و كانت شارية دي جا موني نزلت على السوبر ماركت تعبت اثنان شاريو و جايبت على الصندوق كان في فيلة طويلة واقفين بالصف على الصندوق و قفت بالصف بيشي شخص بشك قدامه يخد له مترحه حمقت منه انه ولو احترن الصف و قف وراي لا بدك شك قدامه قلت معي شي كرمي العذرة بش احكيه وصل لهو الزلمة دفع وفل اجتي دورته تدفع بيوصل صاحب السوبر ماركت قال له مدام مبروك قال له حضرتك رقم الخمس تاليف من وقت ما افتحنا السوبر ماركت بتشتري من عنا و اخدين قرار بالادارة رقم خمس تاليف كل شي بشتري ببليش مع بداية ناشر يوم بتقول هي عاملة تمانياج بكتاب سوريمانويل بيمدي بوريين بتقول حتى بالموني الأعادرة سعطي نسلمها بصير تهتم وبالموني بتبركنا يعني شوف كيف ربنا بيحكي بس لانه بيشع موشته نحنا ما منعرف نقره هالأحداث وقالله قداش مشتائلنا بدويانا وهيرو هنين يلهب بعطلنا كمان اوات اشارات هيك نقول يا صدفية انه هيك صاري كيف يكون واحد حاضر ليتلقى هذي الرسائل أو ليسمعه الصدفة مش موجودة بالاموس المسيحي هذي شنص وحظه عاطل وياي شو شنصه هاو كلمات بهينو الله وممنوع المؤمن يحكي فيه نحنا من امن شي اسمه عيناي الله خلقنا يعتني فينا انت شي مرة عدي شعريتك مفيك تهديو ولو قررت مفيك تأملي الله عديدك شعريتك وبيعرف كاليوم كم شعر هر طب انا فيلي اطلب منه مثلا انو عم بيهر شعري ووقفه سأليني انا قريش شعريتك شعريتك بقى تشوف الدياش حاضرين وبيعرفنا عنه بس احنا بش حاضرين معهم هذا هو شو لازم نعمل نكون حاضرين كيف نتحضر لكي بديس عليك سؤال تكب الجواب لحضني شو عملت تجوزتي مغرمت بس مغرمت اتعرفتي ولتقايت بحبيبيك ووقعت واختبرتي توصلتي على مطرح فعلا حساتي هالشخص بيستحق تقدميله الغالي بحياتك في حياتك بدنا نتعرف على الله بد يصير مؤمن لا بتعرف عليه ولا قاري عنه ولا عايش اختبار انا ويكعمل ما تبدأ بقت اول شغلة بيعملها الانسان بيعمل صلحة هو الله بيبلش ينقي ضميره بدنا نفهم شو الخطير راجع ضميرك ضمير هو ميزان بيقلك الغلط من الصح تاني شغلة بلش يفتح قلبك على الصلاة انت بالصلاة عم تتحور مع خيلي ألا كي بتبلش متل ما بلشت اول لقاء انتوا جوزي بتحسي رسمي تاني لقاء لا صار اكتر مرتاح بعدين نهار ما بتلتقي بتحس في شي مائس الصلاة هاك بتبلش يعني الناس دغري بدون يبلش ويصلوا متل ادي سينخي تقول بيه لك لو تشتت شوية بالصلاة انضغط شوية دق خلقك بلش ما انت عن شو عملك عندك نفس هجرة عم ترجع تردة ما رح ترجع فرد مرة عم بدا ترجع بتشتت وبديقة خلق ترجع تتعرب بعده هالالله الغريب عندي هاي الخطية الاصلية البشرية تغربت عن الله والرب اليوم ليش اجي على الارض طي يرجع ينهي هالغربي ويرد بعلاقة معه هاي العلاقة هي مشوار ما بترجع بكبسة زر شوى شوى منبلش نصلي وكل ما نصلي بتحس صلاتك شوى شوى عم تزداد وتلاقي ندفي ندفي قلبك بلا شعلق بها الالله توصل يوم للايام نهار ما بتحكي معه بتحس في شي ناقس نعم ببلش شي اسمه الغرام هاو ساعات انا نصير مؤمنين نعم تعرف شو يعني ايمان الامان هو غرام انت ايما انت جواستي لما انغرامتي صرت تأمني لزوجك ع حياتك هذا الامان امنه انا لما منغرامه وقالله بصير امنله عقراراتي عحريتي باش بخيف بعرف انه حاطة حالي مع الغالي عندي بان ايديان امينة بشي ناس مثلا تفاصيل حياتهم نشيك مثلا بيقول انا اتقلت عقله ورحت عمله وعملت اكسيدان وكسرت اجري وربحت راسي وان كان دي مكن معي هيدور الاشياء كيب تسمعون شو له الايجابة ريما عليك مهام المفروض الكنيسة كيف انت بترفق ابنك وتفسري له اسرار الحياة اليوم الصليب بالكنيسة وبحياة المؤمن هدا سر بيقول عنه مربولوس سر الصليب عند الغير مؤمنين جهالة ضرب جنون هدا والله تركني والله ما بيحبني اما عندنا نحن المؤمنون فهي قوة الله مفترض الانسان بمرحلة ايمانه بمسيطة ايمانه يكون في كنيسة مرفقته مرشد يعرف يقرأ معه الحوادث اللي عم تصير شو ايرادة الله هون بحط بارانتاز تفسر شي مفسرته سانت اراز بتقول هاك فهمة سر الصليب مش الله بتركني وما بيحبني او باش عم برد علي بتقول اول ما اخلقت ايمي ليلة نهار حطتني على ايده عم 24 ساعة بتتركني عم بدت سنة سنة ونص بعد سنة سنة ونص بلشت ايمي تنزلني عن ايده وتعلمني روح امشي وحدك صارت تبكي ولا بدي ارجع اطلع ايمي لان اريح هونيكي صارت انا عم بمشي كنت عيشت بعطفه ومحضوني اكتر الام بعد ثلاث سنين بتكب بنته بالمدرسة وبتروح بتفحش بالبيت وبنته متفحش بالمدرسة اوليك امه ما بتحبه عم تتركه بس مهمة هالفصلة وفيها وجع هال هالابتعاد امهم تتطلع يوم من الايام تصير متل امه واذا بقيت امه كل شي تعمل عنه ما بتطلع بنته ما بتقدر تتحمل المسؤوليه بدروح افاصل كمان ابونا نعود الى لقاءنا المباشر مع الاب مروان نخوري يعني هو بها المرحلة بيعطينا حرية اتخاذ القرارات حرية الصليب الرب عم بينجك عم بيكبرك والألم استعتمدوا طريق الرب في شيء من التربية بالألم في شيء من النضج بالألم بيرجع الرب بيستعيد كل الفضاء اللي خسرتك يا الخطيئة بردلك الصبر بردلك التواضع وما كانوا عندك لأنا بالخطيئة وطارو بردلك الرحمة بتصير اذا واحد بك بالهند بتصير في قلبك رحمة بتشوف الاشخاص اللي ما تقلموا بحياتهم طلحاية قلبهم بتل اندعس قتيل قدامه وصير يضحكه بيمشي مفارقة معه مشاناك بيقولك الغنج كتير بينزع بيطلع الانسان قاسي بينما التربية والأساوي أوقات بالتربية مشاناك الصليب بدنا نفهم لا الرب تركه مش لأم ما بحبنا هو أم بده يعني أكبر مشاناك بفترة من الفترات بيفوتني بمواجهة مع الحياة وبيخليك بحس حالي كأن وحدي أسهو بيبقى وراي يعني الام التركته للولد ديمشي بس عين علىه وقعت لقيه دوري بس بده يمشي ويمشي بمعزل عنه مشان هاك هالمواجهة مع الحياة ومصيبة ما تخاف الله معك بدي خبر خبرية في كاهن كان مبشر كبير ليسوع بمجاهة الإفريقية وبالشرق الأدمى بمطرح من المطارح بيرجع فرصة على فرنسا عند أهله بيعمل أكسيدون ويكسر إجراء بينعطب بينشال كفر بالله معنو كاهن وعمل نقمة كبيرة وما بقى بدي صلي وهكي بكفيني الله انا كنت بشر له انا كان في مرة اسمه مار تروبان كمان هادي دعوة تطويلة ليروم اليوم عيشت خمسين سنة على الإربانة ما تاكل إلا الإربانة بس تتناول بالنهار والماء حياتها عجائبية كان عندها استيجمات طبعا يسوع جروحات الله كانوا بجسدها رحلة عندها قال ليكي حكي لي يا إلهي كده هكي بكافيه هكي بكافيه هكي بكافيه بحبوه بينهيني على الشازونونت مترسح مشلول بتغمد عناية خمس دقايه بتصلي متروبان وبس وعد بتقله 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 بيقلك يسوع الناس اللي رح تردهم بوجع إجراك رح يكونوا أعظم بكتير من اللي رديتهم بلسينك همم حلا انا اه الناسك أبونا أنتون عاجي سكان مقرح جسمه وكل قرح بجسمه بتفاحة بتفوت فيه من هالجروحات انا الكاهن طلعت ومن هالألام انا في التعدار تشوفي الألام مع يسوع مخصبي بيحكي عنا بيقول المرة بالألام تلد الولد بالألم بيجي بس لما بيجي بتنسي ألامك لأن ألامك عطيت حياة يا رايتم نعرف ألامنا بس نشركها مع ربنا الدافئة خصوبي الدافئة مجد ساعتها هوا فهمون الديسين مش هناك رفقة قلت له وينك نسيني مفكرة مجنونة نحنا بش طبيعية رش عم تطلبها تطلب البزعات بس فهمت الداي بالألم الله بيدفع تمن خطايا وبيطفي شرور الداي بالألم بيرجع بيهز بالنفس وبيردة حلوة كيف كانت قبل الخطيئة مش هلاك هاي فريق هل تعتبره أصاس؟ لا لا جميل إذا بدك تكفير تبشي بلد جو صابوا وين كانوا حياتهم السابقة يعني مرتكبينا؟ لا لا الطفل لكن اللي بيقولوا الصليب بحياتنا متل السكين بإيد الحكيم انا اليوم مريض الحكيم مضطر يجرحني في وجع بس انا اذا بد يقرأ بس انو الحكيم عبي وجعني بكفر له يعني بكفر فيه بس اذا بقرأ انو عم بشقني بس من بعدها هاي في شفا وفي مرض بيروح ساعتها بيقبلوا لهالسكين اذا بدك الرب بيسمح بالقلم متل سكينة الحكيم بدنا نطلع لاي الرب سمح بهالصليب شو عم بيحضر له من بعده شو الشفا او الشر اللي بده يطفيه بهالعيلة او بسليلي لان اوقات بيبقى بسليلي في لعنات جاي من الماضي من ورا خطايا جسيمة ارتكبت تجارة مخدرات سرقة كبيرة طويض اموال شعوزات ارتكبت هاو اذا ميتوا الاشخاص وما تابوا عنها بيجي اشخاص قبريا بتحس عم بتتقلم انو بتعرفي لك بس هالقلم الرب بيسمح فيها تيطفي هالشر الموجود متل ما قلت العدالي ما بتسكت الا ما توفيه حقه يستعمل الالم تيرجع يطهرس لي لو يردي له الفرح والسلام كل حدا عنده مصيبة من هالنوع هي بدنا نقرب ايه يعني فيه رسالة منها فيه سر فيه اوقات يعني الناس بيقولوا انو القشرة منيحة من عند الله ليش منيحة من الشيطان ما بيدخل هو فيها تلع لا بيدخل انو تلع بيعرف على قليل فيها الله كل شي بصير في الحياة بعلمه ومعرفته الا شغلة واحدة الخطيئة بس ترتكبية هاي بيملء ارادتك ووعيك ها هم بتدخل ارادة الله او ما في محلات بانا انتو حرين اقولوا اي اقولوا لا بلا عملوا هاكا بلا بلا لما بقول بعلم الله ايش بيعنيتها بيرادته ام الله بيعرف يعني انا ويقف عتلة حاطت انديكاسيون على الطريق انو في كوع ما توفوتو بسرعة الا ستين ام شايف سيارة انا طايرة بسرعة ميتان انا عارف انو هاي السيارة واصلة عالكوع بده تتهور ام وصت عالكوع واتهوريت بس بش انا هورتها ام انا عارف اللي سيارة هورها ام وماني مسؤول انا لانو حاطت له الانديكاسيون انو انتبه في كوع وانتبه في كوع ورجع ردت له اياها بسبب عم برد علي يعني اذا بدك الرب عارف بس بش هو اللي بيسمح ام ارادة اللي بترتكب بس عارف ارادة شو بده تنقي لانو الله بيعرف المستقبل ام وين قلمه انك ما تخليه يتدخل بها الارادة تيوقف الخطر الراح عليه ام هيدا صليبه ربنا ما عم نسمح له يتدخل ويسوق هو هالسيارة ما بخليها تطور ام لدي سين اقول له انت سوق حياتنا اخده على السمع لمجد خلى الارد تركع لهم تارف لانو ربونا حتى بالمدارس يعني الرهبات والرهبان وهي ما عرفونا ما حكي وقتلك حكي انو الله بدي قاصسك الله بدي فارجيك انا فارجيك شو بدي عمل فيك الله وانهيك هالناس يعني بيين صورة الله العادية القاضي مش صورة الله الباية الرب عنده اثنين غلط بس اقول الله باية لا الله في عنده عدالة وغلط اقول الله عدالة الغي ابوته الله على هالأرض يتعامل معك بأبوه للموت لكن بعد الموت تنتهي الرحمة تفتح العادية الشاطير هو اللي بيعرف على هالأرض يسكت العادية هونيك مشان هيك عمقول للناس روح ترفوه لان يزوع عطاني تبرير للعادية هونيك بدمه اللي ما بيع تريف بدو يتورط مع العادية هونيك من هون بيقول ربنا بنص بالانجير كنت رايح انتو خصمك عند القاضي مين الخصم والخطيئة صالح خصمك عالطريق هون وإلا خصمك رح يزجك قدام القاضي والقاضي رح يصدر حكم عليك وكبك من الحبس لن تخرج من هناك حتى تافي اخر ما عليك مشان هيك الزكي هو اللي بيوصل قدام القاضي بدو يتهم القاضي بقوله خليد دفع التهمي مظبوط انا غلط بس دفعولي التهمي بس بالاعتراف هيدا بكم التهمي لا يعني الحكم لا يمحى إلا بس تنرفعها اليد ويقلك بحلك مخطاياك بس او قد تعملها بالكنيسة بالقديس لا 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 الاعتراف ويسر الاعتراف فيه اعملوا خيرش كرسي الاعتراف فيه اعملوا بالسيارة مهم يكون موجود انا والتيب بس بالقديس بيعطي البركة مش الحلي هلا بكرا نهار السبت بيعطوا الغفران الكامل لللي اعتراف بدو يكون اعتراف اعتراف شخصي طيب اذا اعترفنا عن اشي عملناها وبطلنا نعملها لازم دايما نجعل اعترف عنا يما لا لا خلاص انتهى الموضوع اذا ما عدنا ارتكبنا شي من بعد اخلصنا يسوع ما بيمزح بس يغفر بيغفر للأبد مش انه بيضبه وبيسحبلي كيها بعد فترة بيقول مهدوم احد الاباء الفسيكولوج امريكاني هو بيقول لما بتروح تعترفي قال الله بيحط خطاياك بيبقجي بيختمه مظبوط مظبوط وبيكبه على اغمق نقطة بالبحر وبيكتب على الشط ممنوع الصيد ممنوع حدا يرجع يسحبه او يذكرك فيه شوف الحدوان بيغفرلك طي يقول لك تعي خطايا يعني دم محالك تعي خطي يعني اتأملي انت مديوني جيت انا غني قلتلك تعي اختروه على البن كلا الي خاطت مدير هونيك اسمه ابونا خليه يختملك على الكمبيالي مدفوع انا بتفعلك ايهم اذا قلت لا ما بعرف شو بتسميه للشخص بيقول لا جاي اتفعلك ديناتك وما بدي فادي وما بدي تردلي ايهم الله بالاعتراف جاي يتفعلك ديون الخطيه لان خطيه بتورتك بدين هاي الدينوني هون اسمه عدالة الله جاي عم قللك اختي جاي عم بتفعلك هالدينات بدماتي روح عند الكهن يختملك على الخطيه انا بخبرك عن هذا راح ما بعرف شو اعترف بس اعترف باشا كبيري لا كبيري يبدو ايهم الخوري قال له انا ما في اعطيك الحل يروح بس بيقدر الخوري اللعبين بيقدر بيقدر في شي في خطايا اول شي اذا اكتشفت بالخاطي من وندمين في امتنق اعطي الحل لا الله مش عام يلعب هي الكرسي لللي تايب مش للبش تايب لعني انا قاضي قاضي عندي مجرم ندم على غلطه بيقدر خفف من الحكم عليا بيقدر إلغيله الحكم انا القاضي بس شخص لا بعضه مصير بده يرجع يكفي ساعته بلقطه بكبه بالحبس ما بعمل الرحمة لقله الاعتراف رحمة الله للتيب مش للبش للتيب فيه انواع خطايا ما بقدر حل منها بده متران هاي وفيه خطايا بالضبابة اه الاجهاط ضرب المكرس الربا المرابين خطيه هاي بتقود لجهنم اه المرابين هن اولاد الشيطانه اه الدخول بالماسونية اللي انا فيه حرم الساكريلاج بيسمونه هدك القدسيات تاخد الاربان الدعسيه للصور الاديسين او تهدك باشيه الدنسيه الاشيه المقدسيه كان فيه قديما الدخول لحصن الرهبات بس هاي نزلوه هاو بيسمونه المحفوزيت اللي محفوزين للمطران او مش انا كيمكن يكون قاله خطيه من الخطايا قاله خي ما بقدر حلك شوف مطران او او انطرني بجيبلك انا ازم مطران يعني ما نشوف شو صار الاعتراف شي انتين بين الطيب والابونا ما منقدر نعرف بس يقبل شو قاله الابونا قدي بتسمع اعترافات الولودان تلقبونا مجوية قدمر تسمع اخبار بشعة في النهارات شو اكتر شي اكتر شي كزد سرقه خيانه كلهم متقل كلهم قد بعضهم الخيانات كتير اه السرقات كتير الاكتر اكتر شي والناس اغلبيتهم ما بيعطرفوا فيها عندي كل نميمة اعرف وهي دي اكتر خطيه بتقزي قلب الله لانه بيوزيها الله بالقتل بيقول قيل لكم من قطل يستوجب نار جهانم اما انا فاقول من قال لاخيه يا احمق شو يعني يعني فيك تقتليني بالجسد توصيني وفيك تقتليني كرامتي تروح تكب خبرية عني تغيري صور تقديم الناس هاي شو بيصلحها هاي فيها قتل قتل معنوي فيها قتل كرامات فيها قتل سيت مشان هيك النميمة لما انترجمت كتب مريا سيمة اللي كانت تتحكي مع الانفس المطهرية ايه سألتهم للانفس شو اكتر خطية بتعلق بالمطهر الولا خطيتان السرقة ما بيطلعوا من المطهر الا ما يرد المسروق او بدوا نيقاس وعذاب بقيمة السرقه والنميمة اف هاو اكتر خطيتان بيعلق بالمطهر تتشوفي في اسألك سؤال جريء فضلا الزنا هو طبعا خطية في بعض الاراء حتى يعني من بعض الكهنة كمان انه اي شيء يرتكب عن حب منه خطيئة يعني هل الزنا يعني لما يميرس الجنس من اجل مصاري من اجل مصالح من اجل كذا شيء واذا مورس بي دافع الحب شيء اخر انا بقول الله هيك يعني انه مش معقول الزنا الجنس له كذا بعض له بعض عاطفي نسميه الحب له بعض اجتماعي له بعض عائلة له بعض روحي ساعة لما انا مارس الجنس ما انا مارسه بابعيده كلها ما فيك يتلغي بعض من هالابعيد وتقولي انا عن مارس الجنس في الحب في البعض الاجتماعي يعني المجتمع بيقبل وفي حب طيارة البعض الروحي والبعض العائلي اليوم بيقولوا فنفهم شو الحب بيقولوا كل شيء نحنا بنخترعه يعني اعتبره انا اخترعت قيلة فرم اللحمة باعتي معه انا اللي بحق اللي اعطي معه شيء اسمه الكتالوج هيدا الكتالوج بيفسر للبدو ياخد المكانه كيب يستعمله تما يهضر طقات موجودة فيها مايعرفها وتما يحرقها بيقولوا البيعة الكتالوج هو اللي اوجد الشغله اليوم الانسان طاقت الحب فيه والجنس اللي هي خدمة الحب مين اوجدها مش فرويد نشوف شو بيقول فرويد او شو بيقول ايكس او جراك الاوجد طاقة بها الانسان هو الله بدنا نروح نطلب الكتالوج منه كيف بده انا مارس الحب مشان هاك الرب حط اطار لهالحب اسمه العائلي هلا الحب خارج العائلي بعده حب لم ينضج يعني انا زراعت اليوم شجرة ما فيه روح اقطف منه فج ما بيتاكل بقطف لما بيستوي نحنا منقول الحب خارج العائلي بعده حب عم ينضج بيستوي بالزواج صار فيه اقطف هونيك اذا اقطفت قبل الزواج عم بقطف سمرة فجة صرت عم بزرع شجر بلا سمر يعني شو سمرته للحب شو سمرت العديقة خارج الزواج بتعرفي شو كان يسميه احد البسيكولوج هي مستورات يعني هي استمناء بس كل واحد عم يستعمل الاخر بش اكتر تحت سطار لا نحنا منحص لبعض نوعات فيه بشو سمره طبعيته لان الجنس الرب خلقه خلق له سمره هدف اسمه انجاب البنين الولاد واذا ما بدنا بنين تقوية الحب بين الزوجان لان هالقربة الجسرية بتاول حب العاطف بين الزوجان خارج الزواج شو سمره مش هناك كان يقول احد البسيكولوج الحب الجنس ضمن الزواج هو حطبي بقلب الموقدي شو بتعمل بتدفي والجنس خارج الزواج حطبي خارج الموقدي بتحرق واذا ما في حب الزواج جبران بيقول انه احدى بالاجنحة المتكسرة بيقول على لسان امرأة كمان رجموه هيك انه زانية لانه كانت عايشة ببيت رجل كتير معه مصاري وكتير معززة ومكرمة ابو رشيد او شي اسمه فبتهرب مع واحد بتحبه بتقعد معه بكوخ فبيجي جبران عم بيطلع على الرجال بيقول له ويني مرتك؟ قال له مرتك بتعمي طلع شلطه من الفقر اللبستي عنده اكتر مجوهرات تركتني وراحت عايشة بكوخ مع رجال تاني هيدا زانية كلما يقطع بمنطقة ببيت يقول له زانية زانية هيدا تتركت جوزة لراحت تعيش هناك فراح جبران عم بيحتي لي بالقصة يعني عم بيقول له انت هيك اتفو عم بيقوله عني زانية بس انا لما كنت مارس الجنس مع زوجي كنت تحسس حالي زانية لاني ما كنت حبه بس لما بمارس الجنس مع هيدا الرجل بحسس حالي امرأة شريفة عكس ما يراني المجتمع خلينا نفصل الموضوعين اول شيء في مشاكل بالحب والزواج ومش عمقول انا اذا وصلنا على مشكلة ضروري غسف عرق تظنني حب هلا في بطول يوم في ناس قرروا التضحية في ناس قالوا لا انا ما في الكنيسة بتعالج هالامور كيف اليوم بترجع بتشوف هالزواج وين الخلل طبعه اذا الخلل من اساسه بتعلم بطلعن الزواج ما من خليها بحالة زنا العمل هيدا بدي حلقه لحاله عن المحكمه المرونيه لحاله بدي وسمعك ناس عم تحكي بس طب اوكي هلا اوكي انا حاضر رجل انو بش عم بسمع فكري ماني 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 ريما لكي بديك تعرفي انو حتى بالمحكمه في خلال في كتير طيب طب مين بيعلاجهم اوكي مفروض الكنيسة تعالج كما عم تسمع بلا ايه وعم تاخد قرارات كتير مهمة بحق اشخاص طلعت ريحتهم متل ما بالقضاءت عنا كمينا فيه اشخاص طالع ريحتهم مفروض الدولة هون تتحرك مفروض الدولة هون تتحرك لا ابدا ابدا وانتي ما تعرفي جوه الديه بصير تغييرات والديه فيه اشخاص طاروا ممنوع يرجعوا لانو فيه علامات استفهام على ملفات لالهم على دعاة وحكموا فيهم هلا على كله هون بشر وهون بشر يعني تأملها المسؤولية الحطة بين ايدينا ربنا هلا اذا فيه خلل بالحب مش معناته محكوم اعدام يعني تبقى يصلبه لالبنهار جوزه او العكس اذا المره ظالمي فيه شي من اسمه منصلح الحب او منقول يا عمي ممنوع نفصل الزوجة عن بيته ومشبور عرقبته الزوج اذا كان مغلط يعطيها نفقة ويعلم أولاده وفيه احكام كتير بها الموضوع وفيه اشخاص مثل سنتريتا ابطال عيشت مع وحش سنتريتا زوجة كان رجل عصابات ردته خروف جابت حولت الزئب لخروف بس هذه سنتريتا اوه فيه اشخاص كمان اخدوا القرار انه شو ما صاري بحياتي بدي اتحدى الكبير والصغير وكف بالعائلة مش عخليات انهات اوه انا بشجع هالموضوع يعني انا ساعة اللي بتنعرض علي مشكلة بعلم الام اتظلم هدية البيت لانه بعتبر البيت عمودان اوكي بس بده اتظلم هدية وبده تعيشي حياته بش مطرع دي ملاكي بأمن انا فيش اسمه نعمة الله بشريا لا ما بتقدير بس بآمن انه بآمن انه الله قادر يعطي الانسان اللي بيقرر وبيحترم الله قراري انتبه اذا فلت بش مغلطة بش مغلطة اذا كانت مظلومة بالبيت بس اذا قررت تبقى فيها بطولة يعني فيها مجازة في كبيرة هالا ساعات عم تمشي بمسلك معلمة يسوع قرر ويحبنا للصليب حرقنا نفسه على الصليب مخلا ينالوا لحمة عظامه دار المكفة للاخير فيه اشخاص خوت بالمحبة مثله وعندهم ايمان بس بيطلبوا القوة من الله يقدروا يقطع المرحلة لان بلا قوة الله ما بتقطع بس وين اللي مهمة كنت عم قول البيت عمودان نزل عمود منه بعده هدي عمود نزل التانية هبط البيت عمام فيه الولد نصيبتيك ما بيقدر يقبل ام باي يفله بالنسبة له الله بيخلقوا هاك انو شو ما صار بالكون عندي سند ام و باي ما بتغيروا يوعى يوم للقيام يشوف ام و باي حدا واحد منهم قرر يستقيل من محبته ويبعد تنهز نفسيته ويوم للقيام بس يتجوز رح يمشي بمسلكهم بس يوقع ديم صعوبة متل ما هرب باي رح يهرب متلو يعني فيها مسئولية خاصة اذا فيوليت مش هناك من علم اماتنا يهدو يهدو عمقول اماتنا كمان رجيبنا اه ابونا نهار التانين كمانا مش بس عشية بتعجق بس هاي كانت كمان الظهر مين ان هون ناس اللي بيجرع عندك شو بدهم انا بيعود على الاعترافات من الظهر لبداية الاداس بس بالبداية لان كتير كان بالاول يجي كم شخص على الاعتراف بس قد ما صارت الكنيسة عم تمتلى معدت عم لحك صرت وفي ناس من ضمن الاعتراف بحيجة لصلاة صلاة شفا صلاة تحرير انت بتعقيت تقللون ايها بس اسمع الخبرية بعرف شو بحيجة وبعرف اذا كان وراها النصيب اللي عم بعيشها هو شر او جروحات من مضيه او عقاد او امراض نفسية الخبرة بتعلمنا ومنصلي بقد ما كترت ومعايت فيه التقم على الكل والنس عم تجي من اماكن بعيدة صرت اعمل ساعة واحد ونص صلة جماعية نصلي على الكل بس جماعيا وصرت اعمل تبريك لكل الغراض واعمل كلمة ارشاد للكل يسمعون لانه اوقات ما قادر التقم مع كل واحد بمفرده وشو تبقى من وقت برجع بقعد مع كل شخص بمفرده منتسمع حلوة الكنيسة انا بمس تقديد دنيا لما بحس الناس رجعت عطية ثقة انه تحط مصيبة بين ايدين الكاهين مش بين ايدين اللي مش عاوزين وعالاكيد انا اؤمن بس ليه عندك لكن كل كاهين بيش بس عندي يفتح مجال انه يصلي لشعبه ونصبته تتافت عليه بس لتلك في خطر اليوم انه نحن الكاهين بتطلنا نايمن كهنوتنا وانه الصلاة ادات للشفا صرنا نودى عند البسيكولوج والبسيكياتري ما عادي الصلاة بنشفى من كل شيء الصلاة اذا بتعرف تصلي بايمان البدك ياه حتى لو بش ارادة الله بتقشطيه يعني شوف الناس فيه حتى البراثة انه اذا بدق بتاوبه بشفاه وقف يسوع من لمسني قالوا له الجامع كله قالوا لأ في حدا سحب قوي مني بش ليه رادته تتشوفي اذا بتقامني وبتصلي البدك بتسحبيه سحب من يسوع بس بده ايمان لان الله بيه تعرف كل شيء يعني اذا عنده المشاكل نفسية اذا عندكم كذا هيك تعرف اذا عنده حدا عاملين له شيء شر مثل هيدول الكتبه ومدرشه على الاكيد كيف منعرف مش منعرف أوقات بلحظتها بنعرف وأوقات بالمرافقة الروحية أوقات بسماعه لقله والمشكلة وفيه كم أسئلة بنسأله إنه نحن نقدر نكشف وراء هالمصيبة في شر الشغلة منا طبيعية أو إنه مرض عابر أو مرض نفسي لأ في شر تؤمن بهو موجودين بش أنا أؤمن الكنيسة تؤمن بس قبل كنو رسائب شو بتكون فيهم مش موجودين بعدهم تكتشف إنه ملا هيتوا الموجودين والناس عم تعملوا اللي بيقول هايك وخاصة إذا كان من موقع كاهن حسابه كبير عند الله لأنه أنا عم دب الناس على أماكن يطلبوا فيها الشفا بتزيد المصيبة عندهم يومتل الشفا هو موجود بين إيدي ومعطلة إلي من الله مش عم بعرف استعمله مع رأيتي لك فيه طيار ما بقلك لأ بالكنيسة موجود اليوم لا يؤمن بوجود الشر والأوجه طبعه ولا يؤمن بجهنم وحضور الشيطان هدا كاهن مغلط عم بحكي كيف تقنعه يقنعه يرجع تعليم كنيسته ولك يقرأ إنجيله الإنجيلة لتربعه كانوا يقتونه بالمسكونين وكان يطرد الأرواح منهم وكذا مطرح يتواجه مباشرة مع الشيطان يسوع مش مع فكرة يحكي معه يؤمره شو اسمك شو بتعمل للي هيك بتكتشف ما عمل لهم شي يعني أصلا تمارس السر بدأ إذن للمطران آه كل مرة أو المطران بيعطيك إذن عطول عطول أو بيقلك أطعي لك الحالة بحالتها أنت شو عندك هلا أنا ساعة اللي منشوف حالي كتير صعبة تمنقل للمطران بس الحالات اللي هي في شي اسمه بوسيسيون يعني شيطان ساكين لما منقول بوسيسيون يعني احتل احتل حياة الإنسان بيقدر يحتل قلبي بيقدر يحتل ذهني بيقدر يحتل جسري بيعمل عوارد بحالات جون وفي شي اسمه الانفستيون الانفستيون يعني إنسان يأكل ضرب كتيبة أو سحر أو ربط يعني هاو نعتبر محتل يعني كيف جندي قاعد ورا متريس ونصاب بس بعده عدو عم بيقوس من بعيد هاو ممكن الشيطان يقدر يصيبني بعمل شر بكتيبة بسحر بربط هاي ما بدأ إسه هاي فينا نصلي عليها وثلاث تربيع العالم هادي وضعنا هاو ممكن هاو ممكن ساعة لم نصل الابطه يعني من مش إنه كلمة واحد عطس تعا فيك شيطان لا حالات كتير نادرة وبيوصل للإنسان من بعد ما بملئ وعي وحريته يسلم نفسه للشيطان من خلال الخطيئة من خلال الخطيئة من خلال تعاطب تحرير الأرواح من خلال التجئة للبصارين أو من خلال باكت بعمله مع الشيطان عقد بالدم هاودي طبع الماس نوار والعبد الشيطان بيعمله عقد صريع كيف أنا عملت عقد مع الله أنا إلك هاوه يعمله عقد مع الشيطان كانت فترة بثير ناشط بمواجهتهم وبهيك بعدنا بس إنه إعلاميا بعتبر أنا حكينا البندان يحكي نكرر حالنا نفكروا ناس طلعين للدعاية لأنه موضوع بفترة من فترات استعملته وسيل الأعلام هون رفضت أنا بقى أطلع استعملته لأنه بجيب لها دعايات تعرف الناس هالموضوع كتير بشدهم يسمعو بقى أنا طالما الحلقة من رسالة عم قدية وإشهد لربي ما بنزل نازل تحتيلي أعمل دعاية وهكي إنه جيب لها دعاية عند غيرها هذي مشان هكي في حلقات صارت كانت ضرر للناس أكتر من إنه كانت موجهة ومسقفة بين الكتيبة والهدو نحن نحكي عنهم سريعاً بس مثلاً صيبت العين موجودة موجودة شو هي صيبت العين شو هي؟ الناس بيفتكروا عنها زرق بصيفة وصنانه فرق أو صيبت العين هي قوة شر الإنسان من خلال الخطيئة بيحملها بكيانه وهيضا الشر ما بيتوب عنه الشر كيف الإنسان حامل بجسمه مرض ما عم بيصح منه إذا ما صحيت صبحت من هالمرض وين تفوت بعدي مثل ما جسدي ممكن إذا حامل أمراض مش فيت منها بتعدي روحي إذا حملت أمراض روحية إذا ما تبت عنا بتصير تعدي تشوفي أشخاص بيفوتوا عبيت تحس السلام فقد مية بالمية بتحس البيت صار جهنم والعين بغيابها الشخص لقي البيت ريق بتلاقي في إشياء بتتكسر في إشياء تتعرقى نحن نوزع نعمل أوزع هاي مش معناه تصاب بعينه بس هي تعبير لأن بيقول يسوع بالإنجين من هوجي تعبير إن كانت عينك شريرة جسرك كله يكون شرير يعني إذا كان القلب في شر من عين من نعرف من عيناء سبحان الله بتطلع بعينين أشخاص بتشوفي ملك وبتطلع بعينين أشخاص بتشوفي الشر طالع منه هدا كله العين بتبسش فيه بالقلب مشان هيكي هاون إذا الشخص ملك إذا الشخص بصيب بالعين أو شخص بينصاب بالعين أوكي شو بيعطي لنصبوا له رصاص وقف إش رصاص بني رطق الحنك اللي بيعطيه فقراس النسس أو يلبس خرزة ذرقة أو يلبس خرزة ما بيعطيه نجابينه هيده منيحة العدرة بتجني هيده بترد العين رح قليك شو برد العين أوكي اللي بيصيب بالعين يروح يعترف بس تطلع منه هالأمراض الروحية بصير حضوره فيه سلام ولي بينصاب بالعين منه محمي آه مسقط الحماية الروحية عنه لا بيكون ما بيتناول مش عم بيصلي ما انت جسمك ما تغزيه سقطت الديفونس طبعه الفيتامين بصير المرض يغلب أوي صحتك بصير صحت قوي أي نوع صلاة أبونا أول شغلي القديس ما في شي بحل محل القربان يعني في ناس أنا أبونا ما بقديس بس أنا بصلي في سيارتي ما إلى طعن الصلاة إذا ما من قديس القديس هو يعني الصلاة حوار مع الله بس لما بتقديس بتاكلي الله فرق احكي من أني أكل مش أنا بسميه ولي من الوحية نتغزى بالرب اللي بيقولولك ما بقديس تعرف ليه هذا ليه الكهني حكينا ما بنشعج عنه القديس ما خص الكهن فيه الكهن هو مدير سفير من يسوع الجو حقه حقه الإنسان يروح على الجو اللي بيرتح له نحنا بعمل قول مشبور ملزمين معنويا أدبيا برعيتنا يعملوا وعزات يعني لم نفهم مننا شي ولا قلع لي قبل إنجيل ولا قلع لي قبل الشاكم ارتجالية نحنا كمان بدأ نكون وصلين لمرحلة من السلام ومن الصمت نظرين شي بس يقول ابونا عم يوعز رجا خاز عمليه شمرة قلله يا روح الرب بطلب منك نزال عتمه له الكهن وحكيني جربه يا مرة هو عم يوعز صلي للروح الإدوس يحل به الكهن ورح تشوفي إذا ما بتغيري له نوعية حديثه و بتخليه يحملك زوادي من الله بتقولي هالأبونا كذب عليه جربه يا مرة حالو بدي اخد اتساليت لأ مورن زمين مطرين ألو ألو مو تسالين المسيح معكم يا هلا صوت المحبة حسدها مرون مجور مجور يعطيك العب واتي بليزا الراديو اه بدك تحكي يلا لاحسا اه اوكي راح فود تهري بالموضوع بتخليه القصة اه 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 انا كنت بس مع قديثة بتشارك بالقديث مع بير ماروان بروح أنا واختي ثقبت مرة جارت جارت معلبي تروح معكم قلتلى لي كتير الاعتراف مهم اه فهي فاتت وتعترفيت طلعت قلت لي مش معقول هيدا الأبونا قلت لي قلت لي عم هي انا القصة ناسيتها من 30 سنة انا اقولي كيف اعرف فيها قلت لها شوفي قال لي انو انا مروحة عامل اجهاد مرتين و لازم اعترف و صلي و اعمل كتير عامية الحزنة قلت لها عن جاد قلت لي ايه كيف عرف قلت لي انا ناسية انا مولو كان عم بيحكي عن بارد الابونا طوبية الله يرحمه انو كان مشان الرؤية بيعرف بالرؤية ابونا انطون سترباي انو عندو هيت الرؤية بعتقد انو اخدها منو كمان عن جاد يعني شي حلو انا بقول انو لو بيحصل العالم يمت الصلاع راكها و سيجدين كل حياتنا و سمعتها منو والقديس كتير مهم بتمنى انو ترجع وتعدوها هيت الحلقة كتير مهمة عن جد و شيئة بتمنى كل واحد انو يسمع هيت الحلقة عن جد بالفعل مهمة كتير شيئة كتير هالمؤيبة شكرا يعطيك العرفة مرسي عندك رؤية رؤية لأ بس اوقات منحس نحن و عم يعني بيجي شخص بيبقى عم يعرض نصيبة لإليه اذا ما قدرت اكتشفت من خلال كلماته شو فيه ورا مصيبته و كتير مهم نكتشف ورا نصيبة لانو ما بيكفي بس نحل نصيبة بتبقى الاسمال الموجودة ترجع بتخلي في غيرها بصلي على الشخص و انا عم صلي اوقات مش عطول و مش عم قولة هادي تحت لي يفتكرون العالم كأنه شي بصار او شي اوقات نحن عم نصلي في صورة بتجي او كلمة بوقف الصلاة و بسأل الشخص شفتك كذا مرة بلتنسى عمل هيك التعنيك هالشغلي اشي مرة عمل هيك تلاقيه بكي او انو مزبوط او انو صاير معي هيك بالماضي او انو اه ماضي مش مستقبل لا لا بش مستقبل شي عن الماضي المستقبل هو هالإرشاد انا بعتبر هدا من الله احملي زوادي وعملي موجب و رح تشوفي او قد بقى تافي هالإرشاد بسيط بش تافي بسيط يأتي لعندي من بعيد يحملي مشكلة بسمع 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 اخر شي يقول له طيز جعل الديز قال لي ولو ابونا جاي من اخر الدنيا تتلليها الخبرية زناطر يسمع شي قال لي اخي اعمل لي ايها من بعد ما تباليش تقديس بدي التقى معك بيرجع مرة اجي واحد لعندي قال لي انا ما بعترف ابونا انا اصلا ما عندي شي ما عندي شي اعملو انا بعمل خير انا بسيعد الناس انا انا اعمل صلاة لروح الادوس على تسعة تيين وبتقل له بليزي كشف لي حيلي ورجع لعندي راح رجع بعد شجونعتين جايب لي 14 ورقة كتبون اي 14 ورقة كاتر قلت له شو قال لي بدي قللي بدي اكتشفت ما كان عنده شي بده يحكي ولا يخبره رجع لي 14 ورقة ويخبر خطايا خطايا وعيوب وقصص خطايا ومخبص فيها 14 تشوفي ساعة اللي بتفتحي هايدي مش رؤية للمستقبل هايدي ربنا وقات بيستعمل الكلمات الفقيرة بتبقى بسيطة اذا تعملي بمجابة بيكشفلك الرب اشياء عظيمة كانت بخباية وكانت هي منع فرح عن حياتك سلام عن بيتي شو هي صلاة تبع رحلوتس يعني في صلاة عن مطل الكنيسة وفيك انت بعفويتك يروح الربطعة مثل ما حليت عن رسول حل في عطيني كون مسيحية اقدر عيش الكلمة اويني ضعيف انا بالتجربة شفيني شفيلي زهني راكب فيه افكار اوقات ذكريات صور بش عن طبعت فيه احداث شفت بش عن ضغيب عملتلي قلق بش عن نعم يا روح الربطعة اخترعية انت شفيلي قلبي لاني اكلت خياني اكلت ضرب بحيق دي تلاقي روح الرب اذا فات دحتك بفغيم عوجك الرسول بس فات فيه الروح الادوس لا يخبطون بالحفص يطلعوا عن بيمجد الله حدا بيأكل قتل بيطلع عن بيقل ربنا مرسي بيخليك وفي ذات الوقت بتحس ما صار رفقة ما في مشكلة بتغلبك هذا هدية يسوع او ملاك الحارس الملاك الحارس عطاك الرب يحرسك خاصة من اخطار الجسد الاكسيدونيات مشان هيك مش لازم نتركو انشوماج يعني لازم نشغل للملاك بيزعلي كتير اذا لازم تقليعة الصباح تكتب هيك عملت كتب بس نقلع نهارنا يا ملاك حرزني بالنهار بس تكوني بمواقف صعبة قاطعة يكون حدي او قد تخلى عن نار لما بصير شي اكسيدون كتير كبير ايه ابدا بضل حد بكون ملتهي او شي ما طلبتي تدخله معطلق له من الله يتدخل بأميك وقتلق أنا بدي يعني او قبل أنا بعز ما اقول لك ساعة ما نحطه عاطل عن العمل ما نلومو اذا ما تدخل بهذا ما أنت منعتي ما عم تستشيري وبذات الوقت فيك تبعطيه لأشخاص هن بخطر تقري له يا ملاك بق أمرك بق أمرك هايك فيك بالمونة يعني روح لعنده الشخص اللي بخطر كون حده حميلي ما بيترقه اديسي جيم ماجالجاني تعرفي عقيمة ما كانش فيه مواصلية متى اليوم وكانت كتير اوقات تشتاء تكتب لمرشدة كان بروما وهي بلوكا حد سيرانسي تكتب له بدأ تكتب له كان تجي تقمره للملك الحيز تكتب المكتوب تضعه على الشباك تقال له ها مراك روح اخده لمرشدة بعد دقيقتان تجد المكتوب اختفى مرشدة يجد محفوط على الشباك عنده يرجع يكتب ويقل له للملك كمان ردله الجواب تأمل بهال بادريبيو كان يقول للناس يقول لهم مش قادرين توصلوا لعندي بعثولي ملككم بردلكم مع الملك يعني تأمل هل عمت مين كل انسان عنده ملك واحد الا الكاهن والحكيم عندهم اكتر من الملك لانه عم يتعاطوا مع اسم ما خلق الله والانسان انت بتحكي معه ملك بحكي ببعثه بمهمية صعبة ولمر خزلنا اختبرية هذا اختبار هل عم يسمع لهم يقولون شامجينين يختبروا ومن بعد من نحتي رح نرجع بعد الفاصل رح اسألك عن الصلاة اللي بصالية باخر الادات اللي هي التقسيم ولي هي مش مسموحة لمي مكان من الكهنة صحيح عن الشياطين عن طرد الشياطين عن الاشيالي لازم نعملها لان نتحصن لانه في كتير ناس بروحوا بيتحصن بطريقة غريبة عجيبة يعني بدنا منك انت انا خاضر ورزاين بار اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر